اشتركوا في القناة حياكم والله مشاهدين كرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع بها آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا يومياً للمشاركة بالبرنامج عدكم من داخل العراق من زاخو إلى الفاوت تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذن الأرقام الاثنين فأي لحظة من لحظات البرنامج تقدر تتصل بنا على واحد من ذن الأرقام أما من يسكن خارج العراق يقدر يتصل بنا على واحد من ذن الأرقام الاثنين فأعتكم أربع أرقام للاتصال ذن الرقمين يدشفوه أمامكم للخارج وعدنا رقمين للداخل ذن للاتصال أما الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة هنا هذا رقم الواتساب رقم الواتساب ما زالت لحد الآن الاتصالات على الواتساب لا تجيني ما أقدر أستقبل الاتصال على الواتساب أتمنى تكون رسالة مكتوبة حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم وأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة بإسمك ومكانك حتى نعرف من اللي يكتب لنا ومن وين مشاهدين الكرام نحن نعرف جايين على انتخابات تصير ما تصير أكو محللين يقولون ما تصير أكو برلمانيين يقولون ما تصير أكو برلمانيين يقولون ما تصير المفوضية لحد الآن ما نعرف شن استعداداتها للوضع لكن بلشت الحملات الانتخابية البارحة حكينا على هذا الموضوع ونرجع ونحكي به اليوم قاموا يحكون في قضية النازحين مثلا مثلا جرف الصخر يقولون النازحين اللي نزحوا من مناطقهم جرف الصخر راح يرجعوا له هذا الكلام صحيح لا لا جرف الصخر اللي رئيس وزراء ما قدر يطبها جرف الصخر اللي أكو معلومات تقولون أنه تحولت إلى معتقل للميليشيات المسيطرة على جرف الصخر شون راح ترجعون الأهالي إليه زين باقي المناطق مثلا خلنحكي عن محافظة صلاح الدين أو محافظة الأنبار أو نينوى أو ديالة مدينة تقريبا 80% أو 90% من البنية التحتية اللي موجودة بالمدينة مدمرة لحد الآن ما عمرتوها أو مصارة إعادة أعمار للموصل أو للأنبار أو لباقي المناطق في المحافظات عفوا نرمادي باقي محافظات الأنبار وديالة وصلاح الدين شون راح ترجعون الناس ترجعون الناس يعيشون على الأنقاض من تحشون في قضية النازحين أكو تعويضات من تحشون في قضية النازحين بالنسبة اللي اللي أولادهم لحد ما عادهم أوراق ثبوتية شلون من تحشون في قضية النازحين اللي خسار بيته وشغله وعمله بالمكان اللي هو كان عايش به شلون ونرجع ويقول لك إحنا راح نسوي ونقول ما عارف شو لكن أكو أخبار تقول إنه العراق راح يتعرض لي عقوبات سين هاي شون راح تحلوها يطلع مثلا زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يقول أكو مخطط لاغتيال الناشطين يعني هسا الناشطين لازم يخافون مثلا لو يعرفون لأن أنت تقريب من عندهم وأنت عندك ميليشيا وأنت عصائب مرحمة الناس هذا الحجي العالم اشتستفاد من عنده لا ويكمل يقول إنه أكو محاولات لخلق أو إيجاد مشاكل اجتماعية أكبر مشكلة اجتماعية وأن وجدت على يد من يعمل بالعملية السياسية من 2003 اللي اليوم هي الطائفية أكبر منجز لكم هو الطائفية أكبر منجز لعملية السياسية العراقية اللي هي خلت الناس تتفرق شيعي وسني كردي وعربي تركماني مسيحي يزيدي صابقي مندائي أكبر منجز لكم أم ثائر من الأنبار حياة الله أنا أقول لك الحجية عندها مناسبة بالفضل عام ما ننتخب أي واحد إذا ما يطلعون استجناء نعم السلام عليكم عليكم السلام يمه تفضلي والله أخي أحنا عانينا هواية وانظلمنا هواية وأهل الأنبار يعني كلهم ظلم أكتريتهم سبب المكبر السري وهسا جاي والله ما ننتخب ولا حرام بيهم إذا ما يطلعون لا يستطيع في عام ويطلعون كل المحتفلين لأن أحنا ما أشكنا كلها فسحة حرامية وبوادة نعم وأريد يعني مناشد أريد صوت يوصل لكل العالم أريد كلها الطالب بالعفو العام لأنه هواية والله أحياء أتبعون هل سرب العالمين جايزة وإنش العالم ما تجريش مسترحون العالم أحياء صفحة جديدة نعم أريد من خلال قناتي والشريفة نقرأ صوتنا وكنا نطالب بالعفو العام من أجل هل عبرياء هذول نعم نعم وصل صوتك إن شاء الله وإن شاء الله يسمعوك وينفذولك طلبك إن شاء الله يا ربي يمثار شكرا جزيلا أنقلك لانضمامك إننا سعد من الكويت حياك الله يا سعد حياك الله يا ناشم يا أستاذ أريد أحتي وشارك الله يخليك يطول بعمرك وبعمر العاملين والقائمين بهذا البرنامج والقناة المؤقرة حياك الله أستاذي مكافحة الفساد الجزئي كالإداري مثلا والمالي والمالي والإداري والفني يا أستاذي أيضا يا أستاذي نصف المجتمع نصف الجمهور يريد من المرشحين الجدد الاهتمام والأنجاب صحيا بيئيا بيئيا صحيا والبطاقة التموينية أيضا ورعاية الصحية بيئية وعلاج للمعتقلين والمقيضون قصرا وآخر الكلام يا أستاذي يجب حماية الأعلاميين والمرشحين الجدد وأبعد الله عننا وعنكم كل مكروه والسوء التحياتي لك والبرنامج والقناة والشكة لك بالنسبة إلى قيس الخزعلي منطلع ويقول أكو تحذيرات لأنه أكو محاولات لخلق مشاكل اجتماعية ومحاولة نقل الفوضى من محافظة إلى محافظة الناشطين نفسهم والمدونين عفوا يتهمون الميليشيات الإيرانية الموجودة أو الموالية الإيرانية الموجودة بالإراق خاصة ميليشياء العصائب باغتيال أكثر من ألف ناشط فأتمنى تجاوبنا يا أستاذ قيس الخزعلي حول هذه القضية إضافة إلى ذلك أنتوا بدل ما تحجون يعني ليش ما السياسيين اليوم بدل ما يحجون بهذه القضايا ينفذون مثلا أكو هواية من الأشياء اليوم بالعراق إذا اشتغلوا بيها أتصور حال المواطن العراقي ينصلح مثلا الصناعة عدنا معامل متوقفة من 2003 لليوم معامل تشغل نصف العاطلين عن العمل هاي بس المعامل تحتاج عمال ومهندسين ومراقبين ومنفذين ومدراء هاي بس المعامل معامل العراقية ليش ما تشغلوها مثلا عدنا زراعة مهنة الشعب العراقي جزء كبير كان يعتمد عليها وكانت سلة غذائية بالعراق كبيرة جدا اليوم الزراعة العراقية اللي يشتغلون بهاي المهنة يفكروا ويهجروها لأنه ماكو دعم إليه فما بالك أنك تجيب ناس جدد يشتغلون بالزراعة عدنا مثلا إعادة الهيبة لقطاع الصحة العراقية نصلح الوزارة نصلح المستشفيات نعمرها نكبرها نجيب لها أجهزة جديدة نشغل بها دكاترة عليهم القيمة والعين يشتغلون بها خدمة المواطنة العراقية مو لأذية المواطنة العراقية نحكي بعد نبني مدارس نبني مستشفيات محطات تنقية مياه نستفاد من الغاز العراقي اللي قاعد يحترك بالجو بدل ما نستورد غاز من إيران واليوم إيران وقفت استيراد الغاز أو تصدير الغاز العراق لأنه تقول أنا عندي نقص بطاقة الكهربائية بإيران فليش أطلل أطلل العراق يعني اليوم العراق يعتمد على المواد الغذائية بإيران ويعتمد على الطاقة الكهربائية بإيران ويعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية العراقية ويعتمد على البنزين الإيراني ويعتمد حتى على التمر الإيراني بكل شيء ده يعتمد على إيران بالمقابل إيران اللي عليها حصار اقتصادي وعليها عقوبات اقتصادية اللي ده تستفاد مادياً من العراق اللي ده يثورد منها كل شيء سدت عليها المي واليوم قطعت عليها الغاز وقطعت عليها الكهرباء ليش ما يفكروني يستفادون من الغاز العراقي إذا يحترك وأستخرجه وبدالما أستورد غاز من إيران أستفاد من الغاز ماتي وأشغل به المحطات نحكي بعض نهتم مثلا بالسياحة العراقية عمر من صلاح الدين حياك الله يا عمر حالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الكرام شوانك أخي هذا بيك يا الغالي أشكركم على هذا البرنامج الحلو حياك الله أخويا ونراغبين العالم على كل هذه القنوات نشكرك 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 نعم وشكرا شكرا شكرا لك أخوي عمر نهتم بالمؤسسات العراقية نهتم بالرشاوة شون نقضي عليها نهتم بالمحسوبية شون نقضي عليها نهتم أنه نخلي واحد يفتهم بالمكان اللي نسلم هي أم حسين من بغداد أبو حسن بغداد حياك الله يا أبو حسن السلام عليكم أخي أخي عليكم السلام والرحمة والإكرام والله يبارك لي أخيه الم tiempo أخيه هدفهم تدمير العراق يعني احنا اتكلمنا ل cables عن الصناعة ثم جابه الطاعتية والقتل والإرهاب والتدمير والسجون هاي المقتضة بالشباب الأكثرية أبرياء معهم ذنب سلط المخبر السري وكل هاي ما يسمون له يعني مرة أمرة أتناشد الحكومة عندنا فهم احنا تقول لها نسوي عفو عام ما بيزنون عفو عام يعني هما الآن الجرف الزخر عبارة عن مدينة شيطانية يعني أسلحة جوز بها هي قاعدة إيرانية يعني رئيس وزراء ما قدر يوصلها نائب ما يقدر يوصلها ووزير ما يقدر يوصلها لأن شون تتؤمنون بذولة وتتخبوهم يعني إذا واحد ما عنده قدرة على عمل شيء ولو بسيط ما يقدر شون رح تتخبوهم أنا ما أعرف يعني ذولة كلهم طارس من طاعة سنة فذيهم ده عفدوا واحد عراقي معتقل مو رئيس وزراء رح نقول السجون ومو رئيس وزراء أكبر يعني أكبر وظيفة بالحكومة ليش ما يقدر يطلع لأنهم كلهم حملاء لا يفيدهم العراقين يشوفون متأذي أو متدمر أو جائع يعني إحنا بأي وقت الرجل أو المرأة يلمون القواطع فشات موجودة هم أهانة والشعب في الشعبات هاي وعمر هم يبنون دولة وإلا شون يعني أنا أمرأة تأكل أكل من الزبالة والله تخبل معدهم غيرة معدهم شرف كله الانتخابات علي من أنتخبهم المتظاهرين يدعون بحقهم وصير الرمي عليهم ديش أنتخبهم الجوع والحرمان والأذية والددنير وشون أنتخبهم يعني الصحة مدمرة الزراعة مدمرة الصناعة مدمرة الحدود يأتي يطبلها سلوك يامنات طابة برس كم كيلو مسر على الشمال وشون أنتخبهم معدهم إرادة ويقول لك عنا ندور على السيادة إذا أدت ومعتكم قيمة معدكم رجولة شو تحافر على السيادة العراقية يعني ما أعرف أنا شو تتخبهم ما أدري نعم نعم شكرا 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 لك أبو حسن فالعراق لديها وقفة رجال وإذا لم يقفون وقفة رجال شهراتهم تعبانهم نعم والعراق بيدي إذا هذه الكرام تبيدي وإذا هذه كرام تبيدي نعم شكرا شكرا لك أبو حسن أم مريم من الرمادي حياتي الله يا أم مريم أم مريم السلام عليكم أم مريم إذا تسمحي لأمي نصيلي صوت التلفزيون إسمعيني من التلفزيون ويكون الصوت أوضح أي أيام فضل يوم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام والله يعني الحرب هاي اللي صارت يعني كلية حرب الترشي يعني أسن يعني الرجال أكثرهم ويعتقلوهم ويكتلوهم مظلومين والإنساء كل يمزيحوهم بالخير يعني ما كل حكومة أقول معتهم مخيرة يعني هاي النساء اللي هاي رجعوني يعني ما كأمل هاي النساء يرجعوني العوائل هاي المهجرة يرجعوني البيوتة هذول الناس المظلومين البستجون وهذول 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 يرجعوني في كل عنه عنه ترجعوني عن هاي يعني هاي حارب عبالك حارب وإبادة عبادة عطلنا أكثر الله عليم ونعو وكيف نا بالسكومة اللي عامل اللي عامل اللي وياهو يعني حتى حكومة يعني عادها غير عزب الخنير يعني واحد إش قدمي ما يحشيدن بهم هم مات يبالغ بالذنة ما ي درساقهم نا أنا نا نا أم مريم الشعب العراقي من شمال الجنوب بدأ يعاني من نفس المعاناة المحافظات السنية أو المحافظات الغربية عانت من حرب دموية وتدمير كامل لكن المحافظات الجنوبية مو حالها أفضل حال من المحافظات الغربية لأن المحافظات الجنوبية دت عاني من تدمير بطريقة أخرى الكهرباء المية الرواتب الملوحة ما عدهم خدمات ما عدهم شي فهم السياسيين إذا تجيين عليهم كلهم لا اشتغلوا للجنوب ولا اشتغلوا للشمال ولا اشتغلوا للغرب ولا اشتغلوا للشرق اي صحيح اخويا اي صحيح نعم شكرا شكرا اليش ام مريم محمد من امريكا حياك الله يا محمد السلام عليكم السلام الرحمة الاكرام اخويا نعم 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 لدي احد الهراد خلطوا اتجنب له احد الميليشات احد الميليشات اخويا امتشار اثناء بشار حمد اسماعين بيتهم يسكن بغدر بالعلام احد المجرمين دولة العلاتة واحد المجرمين لجراءة الكبرى اسمح حج مؤين اخلت لك احد من جماعتك او قتله رعائتي هاي بياسنا يا محمد مجرم هاي اثنين تقريبا اثنين سواء الفين و سبعة نعم هاي احقر حدو مؤيزة لقدرها من كبرى لان اخذلك دماعة وقت لهو عاج نزمنا نزمت بطا تارتين تشترى بطا تارات على بلوك ويقلنا اخذلك دماعة وقت لهو عاج وانا هجراني من المنطقتي طب واضي دي فكرة هذا المجرم يدوż يدوظت ابنانزل ومثلت في ادري ينشر كذلك معلو قتله هذا المجرم وانا هجراني رحمها وانا هجراني اخبت من الراها اخبت تلك الناس ويبت تلك اخيي الله رحمها فعدو هذه المهندة وانا هجراني يدمره الناس كلما يدمره يهودي لاحيودي الله يحمل أبونا ذلك نعم شكرا شكرا إليك أخي محمد موقع ناشونال انترست تهم الولايات المتحدة أنه هي جاهلة معاناة سكان المناطق اللي كانت مسرح للعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق يعني هو يقول أنه هم منطوا ملف إعادة بناء وإعمار المدن المدمرة وتأهيل السكان حقا أتوقع أنه إذا يقول الموقع الأمريكي يعني هذا شغل بالنسبة للسياسين العراقيين ولو هي من البداية هم الأمريكان قالوا الاحتلال على كذبة بس هذا كل الذي يصير بالعالم وما يكون سياسي يطلع ويقول هاي النقاط يطلع أنه هسه مرتلق قضية مثلا المهجرين اللي صار المهجرين من 2014 لليوم ما رجعوا أبو علي من النجف حياك الله يا أبو علي أخوة يا الله شعب ليك شوارك مش تاقيم شوانطة ديك هذا بيك يا الغالي شوانك الله يخليك أحمل الله والديك أدانك عزيز إن شاء الله ويرحم والديك الغالي تفضل أخوة يا أخوة يا أخوة نعم بس إحنا شو ما نحاوله ولا قوة إحنا قل لك منصادق منصادق مصادق اوضح. اقل لك انا ان كاول سنة ماكف. نعم. احنا واحد. استفرنا. هم اقواني استنه. ابو علي اعتذر منك اتمنى يعني تحاول تتصل بنا مرة ثانية لكن اكو خلل بالصوت. اعتذر منكم من السادة المشاهدين. اه ابو ياسين ابن اديالا حياك الله ابو ياسين. حيا الله افل الغالي حالك المحترمين. حياك الله يا اخوة. قبل ما نروح على الاتخابات دعونا نتحدث عن جرف الصخر. نعم. زعيم الفتح خميس الخنجر ابن الانباري العجيزة. هذا ذي الى ايران يقول رح نصلي العيد جرف النصر مو جرف الصخر. نعم. والله احنا ندحج وكيفين لما اجبادنا سيد منزل جلال دماتي. اجزعون نفسه وشوف. دي تلعب ودي تلغطر العقل. طبوا وانجر في الصخار. يشكرون الحاجة على قتل ابناهم. اي الحمام نرجين يا افل. لولا زعامات السنة. ولو ما محسبين على السنة. اما الانتخابات يا عزيزي يا افل الورد. الانتخابات السياري خليم يقولون يا عميان. يشونوا يا عميان. الاختعد من الكواتي ناجدهم تحسين الحصة. كيف يساووا يا افل. تقبل الله العظيم كل فتنطول يسخوا فيه معجون. وقصوا منه كالي شكر. من الحصة. وتمن ماكو. وحبينتين فاصوليه. واخداروا اضافه في كله بجوز مبلغ فوق. المبلغ مال الفلد. هاي المهزنة والانتخابات وهي الشعب النايم. هل الشعب يصعي نفسعيب على اليوم. على ستة تيمين شعب الجبار. هسا احتراموا لكم. اللي مش هذا الشعب الجبار. يو اللي بحكم عليكم في هاي المخادعات. يو اللي سبقون نايمين. وهنا شو ما سيوم يوم. عسا عسا اذا. اذا صارت الانتخابات. راح تكونها تسمحها. اركان اركان. تروح تنتقل. على الظاوة الطائفية. وما شاء الله صلاة عنا بأسها. هاي اجدعات الانتخابية مع المرشيحين. والحملات مالتهم انتخابية. وبعد اسبوع ثمات فيام السلمان مع المال العاش وراه. وقوم ازعون بيه السلق ويجروا كحك وهالتخلات هذي. وقوم ويجبون على الخفيم. وهذا الشعب خلو بقناهم 18 سنة. اقلوا راس ورجل. وقاش مروا بس باللطم. والتطبيق. والزنجين. والزيارة. هذا كسابنا. مسينا العراق. والسينا العراقتان هو مساح البوابة. مساح العروبة. صنة اليولى الهيران. فهذا المزبوء. يا عزة اخذك. اخذك. اخذك على العراق السلام. ما اقول شعبنا. انتحيات هي لك. وكل العراق جاري. شكرا لك. شكرا لك ابو ياسين. ابو علي من النجف رجع احنا مرة ثانية حياك الله يا ابو علي. اخويا. الله ساعدك يساعدك يا الغالي. اتفضل اخويا. الله يخليك احمل الله يجيك على هذا الصوت. حبيبي. اخويا اقول لك احنا ماكو فرق عن الشيء حوال السنة. نعم اكيد. احنا. ها? تسمعني احنا. اسمعك. 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 احنا ماكو فرق عن السنة. احنا قبل ناكل ويل السنة احنا. مو صحيح. نعم. ويحتى ناكل ويل السنة. هاي بس احمل قتلك. يعني. بلس اين وثلاثة. ما صارت هاي مالته. ابو غريب. نطبل الجيش الامريكي. نعم. عربية نعم. 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 احنا مقابلنا. عرفيت احنا مقابلنا. عرفيت. يعني همه. قمو خواني. زيان. وخوات بنا. بس خلالة احتلالها هاي المشاكل اللي صير من وراء الاحتلال. المحتلبين من ايران او من امريكي. عرف ويد. يعني لا حول افتاح. بلس الشعب اه? ما مستعد في الشعب. الشعب ما مستعد في الشعب. ابو علي ابو علي السيد اذا تجي على اي مواطن عراقي فلاح بسيط موجود باي منطقة بالعراق. وتقول لك اختلاف بين ايران وامريكا. وهذا اللي داي اي صير بالعراق. رح يجاوبك يقول لك. ام ايران وامريكا مختلفة طب هم مرض. احن شعل انا دانعاني. احن ليش دا ندفع الثمان. ليش الاراق هو مسرح الخلاف الامريكي الاراني. غير اكو من داي يسمح. لا ميركا وايران انو يتعاركون بالاراق. وياك. مختادة التفترح بريد الوساطة مضحات هاي المقاومة جيش الفاتين قاتلنا الى الاحتلاف كيف هم نحتياتي؟ اي صارت امات الفلوجة ورحنا واي اقوام نحنا عرفيت؟ ما اقلنا احنا واي الحاق احنا ما اقل فاصل ما نحبه عرفيت احنا ما ندول احتلاف لا هو يزيد ولا هو يعبيل يعني انا السؤال رجال اهل احتوام عرفيت لا مطيل شي ولا هاي يعني هما قاموا من حقا على المقاومة العراقية عرفيت ابو علي ابو علي عوف المقاومة العراقية لما اندخلوا الاميركا انا دا اسأل سؤال هسا اكو خلافة بين ايران وبين اميركا والشعب العراقي دا يدفع ثمن اربعين بالمئة بطالة فقر امية نص الشعب العراقي تحت خط الفقر ملاقين ياكلون نازحين سجناء عندنا مشاكل قيامة الله اليوم بالعراق هاي المشاكل من وسببها تقول لي ايران واميركا اقول لك العراقيين شو لهم علاقة غير ذن الاحزاب والكتل السياسية اللي قاعدة تحكم بالعراق هي اللي فتحت المجال لاميركا وايران حتى تتحكم بهالبلد غير ذول السياسيين اللي باقوا خيرات البلد غير ذول الكتل السياسية هسان مواطن يش دا يفكر ميزانية 85 مليار وما دا يشوف المواطن شي راح يقول لك منو دا يبوقها غير ذول السياسيين وزارة الصحة اللي تابع للتيار الصدري المقتدى الصدر اتجيب لنا ادوية بها ايدز مثلا المواطن يقول لك يجي مواطن يقول لك انا وزارة الصحة اطب لمستشفى اموت اقول لك شوف خلنا حاجكها شاه شوف هذا الحاجة ما يفيد الا الا بالسلاحة يقوم بديهم زارة الاشتين ضحية ترح بيعني دماء الشعب ما اتكاد اقوله الشعب اللي بقوله فروس اكون بالدرسين وين المظاهرين عرفيت الصابات الشعب اللي بقوله ما كون ما تهم الشعب اللي بقوله مسناح اللي ودولة بس شابه وشعب ما بيحض عرفيت شابه وشعب يطنع اكون احضر اكون بسي اخوة عرفيت يعني هي مواطن وحدة از المال حسين عبنه مات مواطن وحدة دولة حاطين هاشوف يعني حاطن بالدنيا مو لا مونا لها قدر قد نبينا محمد النسول تمام المل للاقرة فذول محلات بكاتين ويقول أمه يبقون بها أموال طبعة الإمام طبعة الإمام يبقون بها غير البقراء يروح يزوج جبله جاء وقتنا الفتاة وين الإسلام يا إسلام رقف وفتاة وخمر ومقدرات أنا مساقين بس أنا أصلي الله وكيلك جي أقول يا الله حتى الملاكة حتى الملاكة يجهون لي ليه أجعب الملسق الله بقى فقط بس الله عرفوية أراد الجميع موشيق أنا حب الله أنا أعبد الله وشيعوا يشدونه عن الرحمة وتحذرهم بما يعملون يعني فيها يشدونه عن الرحمة بعض القبوة شكرا 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 لك أبو علي عبيدة من ديالة حياك الله يا عبيدة ألو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام هس أبسط شي عندك هالجير في الصخر ليش ما يرجعونهم ويرجونهم من تخبونهم زيان لا هي ماكو يا أخي ماكو دولة ماكو دولة لاكو قانون هذا الخنجر نسوي لنفسه شيخ وهو ذي الإيران زيون كلهم ميائرات وثالثة يريد يرجعها لجير في الصخر وهم هم أكو ناس حتى ظلت في الجرف على حلاله الزمهم حزب الله لجير في الصخر كتلهم ظلت على حلاله نعم وهس تالي تيريدي رجعنا هم من سوينها منطقة عسكرية نعم ويطلع تلفزيون على عام دي انتخابة يسوي لنفسه بدولة مو بزعنة كاف مللوني طبق ترواحني شوقت الله يخلصت من هذول الخوانة لذيول يا الله شكرا واشكر برنامجكم شكرا 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 لك عبيدر شغلة ثانية يعني اليوم المواطنة عراقي من بدت انتفاضها التشرين لليوم انتفاضها التشرين يعني مطالبها كانت واضحة خدمات انهاء الفساد انهاء العملية السياسية اللغاء المحاصصة الطائفية واضحة جدا لكن المشكلة اليوم جودة يردوني اسسون الانتخابات جديدة ما لغت المحاصصة الطائفية بعدها رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي بعدها الوزارات نفس التقسيمة ما تغير بها شي هاي التقسيمة اللي اللي اثرت بالدوائر اللي اثرت بالجيش اللي اثرت بالمنتخب الكرة قدم اللي اثرت بالرياضة اللي اثرت في كل شي زين الخدمات مي مثلا وصل للمواطن العراقي وديوم المواطن العراقي يعاني من شحب المياه بعض المناطق العراقية أو بعض المناطق في العاصمة العراقية بغداد حتى يترس مي راح ياخد لسيارة الغير منطقة ده يترس مي ده يجيبها البيتة كهرباء بتعرفون حالي الكهرباء العراقية لا والطامة الكبرى اليوم لما انتعلن وزارة الكهرباء أنه أكو تفجيرات بعبوات ناسفة تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية بكركوك انفجرين سبعة براج زين آني بما أنه عندي جيش وعندي ميليشيات ليش ما تفكر الحكومة العراقية مثلاً إذا هي ذات عاني من أكو مخربين يفجرون الأبراج مع الطاقة الكهربائية ليش ما تفكر أنه تسوي دوريات على الأبراج حتى تلزم دولة المخربين حتى يتخلصون من أدهم حتى الشعب العراقي توصل على الطاقة الكهربائية لو يتفجر البرج وتيجي وزارة كهرباء أو مديرية كهرباء تبني البرج من جديد حتى يتفرج حتى الفلوس تنخمط علي من الموصل حياك الله ألو ألو أفضل أخوي أبو أحمد من الموصل حياك الله أخوي من جار من جار كنت تسمع هاي هاي أحجاب أحجاب إيرانية نعم فعاد أضروح العراق التنم تسمعني مو أسمعك أخوي يعني أنا أقولك أقرأ عن العراق السلام شنو ما زال ما زال إيران بالأخمز ما تقوله غيرها أنا أقولك أخذ الحاشي من عندي نعم اي فعاد هاي الأبراج الجماعة التي يتفرون حسين ومنهم اي ويأخذون عليها فلوس والكارباء مقطوعة ألو 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 إياك اخوية والله أقرأ العراق بعد استهى هذا هو نعم 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 فعاد إن شاء الله طيب في المشكل زين أخ علي سؤال يعني أنت تقول أقرأ على الدنيا السلام أو أقرأ على العراق السلام أقرأ على العراق السلام أقرأ على العراق السلام يعني هسا المفروض العراقيين خلص يقرون السلام ويقعدون ببيوتهم والعراق من دمار إلى دمار إلى دمار إلى دمار والله ما أنا حوله ولا قوة ما لنقرد حاجة ما لنقرد تفكر ليش أكو شعب بالدنيا ضعيف أخو السالف يقول لك أنت داعي في أورهابي صحيح نعم وياك وياي فعاد أنا أقول لك أغسل إيدك من العراق والله نعم الله كريم نعم شكرا شكرا إلك أخويا علي أبو أحمد يعني اليوم وزارتك أرباء بإعلانها شو تقول تقول بثلاث محافظات نينة وصلاح الدين والتأميم متفجرة بيها 27 برج يعني هسا المواطن المفروض يشفتهم من هذا يعني هسا اللي اللي متابع ذني ثلاث محافظات هنه مدمرة ما بيها بيوتة هواية ثمانين بالمئة أو تسعين بالمئة من ذن المحافظات منتهي ويلقع ممسوحة بس أكو 27 برج هالثلاث محافظات اتدمرت يعني المواطن لازم يفكر ليش اتدمرت معقولة يعني مثلا تنظيم الدولة رجع من جديد زين ما وانتو قلتو احنا خلص تخلصنا من عنده زين إذا رجع من جديد ليش الميليشيات تستعرض ببغداد وتقتل ناشطين وتخطف ناشطين وتعذب بالناس ليش ما يرجعون حتى يخلصونها من عندهم الجيش العراقي وينه بهالأحداث هاي 27 برج تفجر واحد اثنين اثلاثة شون صارا 27 برج وين القوات الامنية العراقية وين الحكومة تدري لو ما تدري زين وزارة كهربامن تطلع وتقول انه مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير ابراج الكهرباء ده يتوسع بشكل كبير اوكي اش سويتو اش سويتو من اول برج اتفجر ليش مشت السلسلة هاي ابو علي من واسط حياك الله السلام عليكم مساء الله ابو علي علي سلام علي اسمعك اخوي العزيز مساء الله خير حضرتك مساء خير العرام والعراقين مساء الانوار اخويا الرأسي في هذا العام الهجر الجديد في العام انتم بخير واصرب يجعل هذا العام ان شاء الله عام رقائد العرام وانتو بألو خير ان شاء الله صراحة مدام تحتيت عن الكهربات قبل لا احتي عن انتخابات بدان المسيارات هذه تستهدف الامريكا وتستهدف الجيش العراقي وتستهدف الناشقين خلوا يسيرونها يخلون بها كاميرات مراقبة ويسيرونها على الابراج حتى تحمل الابراج او ان هذول الميليشيات التي تستعرضوا ويقولون احنا المقاومة وريد انقاوم واحنا نحمل بلد خلي يساهمون براحة المواطن ويرحون يقفون بي كمات على الشوالع الموجودة بيها ويراقبون المناطق وصير مفارس الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية وبهيتش يعني الناس تحبهم حتى يثبتون مثل ما هم يقولون ان هم يبدون مصلحة العراق يثبتون هذا مصلحة العراق ثانيا ايران اليوم انتفاض الامدادات الغاز وتعليه تصدير الكهرباء للعراق طبعا ايران من حقها ليش تقول الآن يسد حجتي الداخلية وبعدين اقول لكن اللي وقع عقد مع ايران هل خلق شرط جزائي في حالة انخفاض الامدادات العراق يغرجم ايران ولا لا يعني انت مجرح توقع يتعاقده وتصديره امريكا طبعا حتى تغازل ايران سمحت العراق انه يتعاقد مع ايران خارج العقوبات من وقعت العقد ما سويت عقد جزائي لو انتم بكيفكم انطونا وفلوسنا وانتم بكيفكم يعني ما ما يدري وزاعة الكهرباء ومن المسؤولين ان وزاعة الكهرباء هذول اللي انسحبوا وقالوا نحن انسحبوا من الانتخابات بسبب السياسيين مو زينين لعد الله هم مجابهم السياسيين ما اذا المكتب ما وافق على السياسيين ما يمشوا حتى يصير الوزراء اذا ما ما بصم لمقتدسه بل ما راح يوافق عليه لعد ما من سويت العقول ما شرطت على ايران حتى الجزائي يعني شون السبب بس الشرطون على العراقيين المقاولين اللي ما تبدون هم ينكدون وما ينطونكم رشاوي خلوا معيهم شرط جزائية وتعاقبونهم الانتخابات سألأت اللي سمحت لي أحكي بيها يعني أنا أستغرب يعني كلهم يحكيون المال السياسي لا يستخدم بالانتخابات راح أحكي أن اللي يدعي أنه يمثل أهل السن في العراق وهو طبعا يمثل ولاية الفقيه السنية في العراق الحلبوسي من إطلاق تعويضات أو إطلاق مدخرات سنوات للمعلمين أو عاملين في استجابة لطلب الحلبوسي بعد وزارة السربية شنو استجابة لطلب الحلبوسي هو موحقوق هذا للعراقيين يعني هل رئيس البرلمان مثل ما هو ما قد هذا المنصب بالفلوس رئيس البرلمان هو يأخر المستحقات العاملين بالعراق أي دفتهم في معنى استجابة لطلب الحلبوسي شنو معناه يعني خليش راح لها ولي روح يطلع لي يمشي لهسا ويطلق تعويضات محافظة مين والمتضررين يعني شنو تطلقها إنت الآن وين كانت ما تطلق ليش تقولون أنه ضد المال السياسي والفساد وإنتم من يعلن الفساد أساسا فلذلك مقاطعة الانتخابات هذا أنا أشوفه اليوم واجب وطني السبب أولا عدم يعني عدم موجود نية فادقة لنزاهة الانتخابات طبعا المقاطعة مو مقاطعة مثل ما قاطع مقتدى ولا عياد ألاوي ولا غيرهم ولا صالح المطلق هذول أساسا قاطعة لأنهم أفلسوا سياسيا لا أكثر ولا عقل لكن المقاطعة هل أكون أزاهة هل اليوصل اليوم الشريف والناشطين اللي أنتم ما لحكتوا الطاردونهم ما لحكتوا عليهم راح يترشحون للانتخابات ويوصلون للبرلمان يعني طبعا إحنا قلنا وأكثر لأن أساس الأمم المتحدة وأمريكا راعية للفساد في العراق نعم ورائية للتزوير في الانتخابات في العراق ولا يعني يعني يقولون إحنا راح نخلي مراقبين إشغال عدد المراقبين راح يجلبونهم يعني يخلون على كل صندوق اقتراح يخلون عليها مراقب زين هل النتائج اليوم الأجهز اللي جابوها ما تختلف من طبع الحكا نفسه وإدعلاوي طلع بالتلفزيون وقال للشركة اللي جابوها الإلكترونية جاني واحد وسوها هكر ودزيت على رئيس ليش ميرد على إدعلاوي يقول لأي إحنا عالجناه وما نقدر نسويه وعساسا حتى ثبتت هذه الشركة في أوزباكستان أعتقد أو بالدول من التحاد السوفيتي التي تفليشها ثبت بها التزوير تسعين بالمئة يعني جيبونا شركة ثبت عليها الهكر وضعفها المعلوماتي فاليوم مقاطعة الانتخابات بالعراق واجب وطني وكل شخص يحس نفسه عراقي وغيور اليوم ما يقدر يتظاهر بسبب أنه يتعمونهم داعش أو يتعمونهم أنهم والين للسفارات إذا ما يقدر ما يروح للانتخابات وبطاقة ميفل رطبي إحنا متأكدين أنه قاطعة وكلهم راح يشاكون راح يرجعون مرة ثانية لكن الشعب العراق غد أخوي اللي قال قبل شوية قال العراق ما تكون للساعة لا بالعكس اللي طلعوا بثورة تشرين قد قالوا لا أحد دزهم لا دزهم حزب ولا دزهم حركة ولا دزهم طائفة ولا دزهم وإنما حظكم متوطنية أنا أصف طلعت عليك ستادقاتي لكن يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم العراقيين ويفرج كربتهم إن شاء الله شكرا لمنبركم شكرا شكرا لك حسين تسمعني حسين لو لا أسمحك حبيبي تفضل أخويا تفضل أخويا الله يساعدك ويساعدك قلبي أه الله يحيي يحيي قناة رافدين عمية سلا بيكو بقناة رافدين ليحقل الإعراق هذا اللي مظلوم الوطن هذا واجبنا أخويا واجبنا أخويا المظلوم ستال أسد بالنسبة بنتخابة كريلك الله باعد ينتقوهم لأن نفس يتهم نفس المردعي يقول يقول المترب لا يجرب باعد انتهى لون آلو اي زيو واذا رجعو واذا رجعو ايو ايو ما تسألهم بعض وما بعض شعب ما بيحظ كريلك العبار شعب ما بيحظ يقوم عليهم قوم ووحدة لأن هؤلاء من اللون يتعبون ناس حرامية لا يستعود لا عدم غيرها ولا عدم غرغرة يعني ما تسألهم يعني ما تسألهم هم يعني 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 ما تسألهم ما تسألهم عن الشعب بتروحها أنا يعني اتعبون الصعر يزح لا 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 ما تسألهم يا ستادة لا ما تسألهم بعد ما هم قولهم بنج حبيبي قولهم بنج وقعدوا عليهم يترعون والله العظيم ما يترعون هذول لا يترعون ولا يجون ولا يتحوقون لأنهم هناك كانوا مخدام بدوا مخدام كالو وستجوا هناك لقوا هذا الكنج ضعي شي طلعهم ما يترعون هذول حبيبي هذول ما يترعون هذول يتكون عن ناس الله وكيلك يعني ما يسترعون والله العظيم يعني هي قط قتلك هي نقطة نقطة هي نقطة بالدسطة لا راعت انتهت بعد ولا بغت جزة ولا لا هو مو حريب لا حريب طهر ولا شريف ولا نظيف ولا واحدة من الشعب ولا أحسنوا من الشعب ولا الناس هذي اللي واحدة هذول مراحل الله وكيلك هذا الشعائب تسرعونهم والله ضعي بيعون جقائر ضعي بجرون بي ضعي كتلون بي الناس ما عجعون بغت نعم نعم شكرا شكرا إليك أخي حسين واعتذر منك وسلوقت رح يدركني بالنسبة الرسائل واتسبح يلا قناة الرافدين قناة الشعب العراقي المظلوم المبتلى بحكومة غير عراقية إنهم عملاء رسالة ثانية تقول الله ينتقم منهم حسبي الله ونعم الوكيل رسالة ثانية تقول سلام عليكم عظم لنا ولكم الأجر بمصاب سيد الشهداء والصبط النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الشهيد الحي قائد الثورة الإلهية ثورة المظلوم ضد الظالم وضد حكام المفسدين في الأرض والاستبداد وعنصر المقيت كما في زمانها كذا هذا لكن من ينصر المظلوم على الظالم وشكرا لكم جميعا ابن الوطن من الأحواز العربي رسالة أخرى تقول أطالب بالعفو العام والله دورت ما خليت ما يطوني الصدق والله أكبر على كل ظالم أستاذ أحنا ولدنا مفقودين صار أربع سنوات والله ما عدنا غير الله وهم انطالب بالعفو العام وما يكون انتخابات حتى يطون العفو أنا زوجي وأولادي صار أربع سنوات ما كون رسالة أخرى تقول السلام عليكم وعلى كادر قناة الرافدين البطلة الشرفاء الوطنيين على علي من الأهواز أخويا هذول اللي يندعون سياسيين بالحكومة الحالية هم تربات إيران ويطلبون ثارش تنتظر منهم هم محبس بيد إيران ما عدهم أي رحمة كل عربي شريف والله كانوا يجيبون بالآلاف معتقلين صوب إيران شفتهم أول احتلال على الحدود الشذابة شادين يديهم وعيونهم رسالة ثانية تقول السلام عليكم قناتنا البطلة أخي أفل كل أذى العراق ثق بالله شوف كل من أذى العراق هم السياسيين وحدهم السلام عليكم أخي العزيز إذا انتخبنا أو ما انتخبنا هم نفس الأحزاب اللهم انفصرنا على القوم الكافرين هم الأحزاب والسياسيين دمروا شبابنا ودمروا العراق مشاهدين الكرام طبعا أثناء سير البرنامج على الفيديوهات اللي ظهرت على الشاشة طلعت صورة للقائمة الانتخابية من النور المالكي وكان عليها الشعار الشعار ضحكني صدقا لما يقول عراق معا عراق قوي بس أريد أسأل المواطن وخليه هو يتفكر بهذا السؤال معا عراق قوي وجونا 200 مدري 2001 وأخذه وثلاث محافظات معا عراق قوي وكل دول العالم تدخل بالعراق معا عراق قوي والميليشيات الإيرانية تتحكم بالعراق معا عراق قوي والسفير الإيراني يقول أنا أتحكم بالعراق ومعا عراق قوي إيران هي اللي تتحكم وسياسيين إيران هم اللي يصرحون بالعراق موسياسيين للعراق ومعا عراق قوي الولايات المتحدة الأمريكية لعبة طوبة بالشعب العراقي فما أعرف شنون معاً عراق قوي نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعدة بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشا في أمان الله اشتركوا في القناة